انطلقت فعليات معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو 2023 كأول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر يضم مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تقوم بعرض إسهامات لمختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة يهدف المؤتمر إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر وفي الوطن العربي في إطار اهتمام الدولة المصرية لبناء الإنسان بعدد من المجالات جاء معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو 2023 بهدف تحسين النمط الصحي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف رعاية الموهوبين وتأهيل الشباب المؤسسات الدولية التي هنقتنا النهاردة على افتتاح المعرض الفيفا اللجنة الأولمبية الدولية المؤسسة الوادة كل دولة صراحة يعني بعتوا رسائل متلفزة بيهني مصر بالمعرض وده يحطها على الخريطة الدولية للمعارض الافتتاح النهاردة كان بيدم عدد من اللاعبين الأولمبيين والبراليمبيين اللي حققوا مركز متقدمة ومحترفين رياضيين في كورة القدم في دوريات الأجانب كلها دوريات العالم كله يعني فدول قدوة مشرفة جدا للأبطال الصغيرين والشباب اللي عندنا ان هما يشوفوا الأمثلة دي وانه يسمعوا حكايتهم بدايتهم كتعاملة ازاي واهدفهم اللي وصلوا اليها يضم أول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض اسهمات لمختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية أنا سعيدة جدا أنه تم اختياري النهاردة أن أنا أكون موجودة في وسط مجموعة من الرياضيين المصريين الكبار سعيدة أكتر منهم اختروني أن أقول كلمة جوه المعرض النهاردة شايفة أنه خطوة مهمة جدا جدا بالنسبة للرياضة المصرية وأنها تساعد على انتشار الرياضة في مصر بشكل كبير وتساعد أن يكون هناك استثمارات الرياضية أكتر في مصر سوأكسبو 20-23 طبعا نحن حاجة فخورين بها جدا خاصة أنها تحت رعاية سيد الرئيس عدد الفتاة السيسي واهتماما بالرياضة في مصر وإقامة منشآت الرياضية كبيرة أو من إقامة المركز الشباب أو البطوات العالمية اللي أصبحت موجودة بشكل كبير هنا في مصر والليحنا فخورين بها جدا طبعا إذن هو مؤتمر يهدف إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي حيث يعقد سبورتس إكسبو 2023 خلال الفترة من 22 وحتى 25 من فبراير في مركز المنارة للمؤتمرات ترجمة نانسي قنقر